أم علي تقول أنا عندي بنت توفيت رحمة الله عليها تقول قلت لأولادي إذا أنا مت ادفنوني معها في القبر هل هذا يجوز؟ أم علي بارك الله فيك في الراجح من قول أهل العلم أنه يحرم دفن اثنين مع بعض في قبر واحد يحرم دفن اثنين في قبر واحد إلا للضرورة في غزوة أحد لما كثر القتلى في الصحابة رضي الله عنه فوق السبعين وخشي النبي عليه الصلاة والسع من حر الشمس فكان يدفن الرجلين والثلاثة وكان يقدم أكثرهما قرآنا لكن فيما بعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما دفن والده مع صاحب له وصديق له جاء بعد ستة أشهر فأخرج والده من قبره يقول فرأيتك النائم ما تغير فيه إلا شيء في طرف أذنه فقط شيء يسير في طرف أذنه فنقله إلى قبر آخر ولذلك الراجح من قوله أهل العلم على حرمة دفن اثنين في قبر واحد إلا لضرورة ما في قبر أو كانت الحالة تستدعي كأن يكون هناك مثلا حرب أو يكون هناك بلاء أو يكون هناك مثلا كوارث وكثر القتلى أما مثل حالتك لا ما يجوز يا أخت الفاضلة توصين بهذا هذه وصية تعتبر باطلة بارك الله فيك